أنتقل بكم إلى العنوان السابع الإعراض عن منظومة الأدعية والزيارات العترة الطاهرة نسج لنا ونظموا لنا منظومة واسعة من زياراتهم وأدعيتهم ومناجياتهم موقف الطوسيين من الزيارات والأدعية والمناجيات يتردد ما بين تضعيف الأساني والتشكيك في المصادر وبين تفاهتهم وسفاهتهم وجهالتهم في فهم مضامين تلك النصوص لا بد أن تعرفوا من أن نصوص الزيارات ونصوص الأدعية والمناجيات وهي كثيرة جدا تمثل في ثقافة العترة الطاهرة تمثل خط الصد لأن هذه النصوص يصعب تحريفها تحريفها في غاية الصعوب عوام الشيعة يستطيعون أن يكتشفوا التحريف فيها إذا ما كانوا قد أدمنوا وتواصلوا بشكل دائم مع الزيارات والأدعية يستطيعون أن يكتشفوا التحريف وأن يتحسسوا الخلل في تلك النصوص لكن مراجع القمامة الطوسية دمروا خط الصد هذا ولم يعبأوا به الأدعية والمناجيات والزيارات تمثل خط الصد إنها سور لحماية الأحاديث الأحاديث إمكانية تحريفها أسهل بكثير وكثير جدا من إمكانية تحريف نصوص الزيارات والأدعية والأدعية والمناجيات ولذا فإن نصوص الزيارات والأدعية والمناجيات تمثل خط صد وفي الوقت وفي الوقت نفسه هي بؤرة مركزة للمعرفة العقائدية والأسرار والأسرار الغيبية في مقامات وشؤون العترة الطاهرة المراجع الطوسيون هجموا على هذه المنظومة إما من خلال تضعيف أسانيدها من خلال التشكيك في مصادرها ومن خلال تفاهتهم وسفاهتهم وجهالتهم الواضحة في فهم هذه النصوص والذي يدفعهم لذلك السنة لا يمتلكون مثل هذه الكنوس ولذا فليس من مصادر المعرفة عند السنة أن زيارات أن أدعية أن مناجيات قد وردت عندهم ولهذا السبب فإن المراجع الطوسيين لا يجعلون الزيارات والأدعية والمناجيات من مصادر العقيدة ومن مصادر المعرفة ولذا لا ذكر لها في تفاصيل علم الكلام أو في تفاصيل كتب العقائد وإذا ما ذكرها بعضهم فإنها تذكر على حاشية الموضوع هؤلاء مراجع القمامة ما وجدوا شيئا جميلا إلا ودمروه وهذا ديدنهم منذ سنة 448 للهجرة وإلى هذه اللحظة مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة سأضرب لكم مثالين المثال الأول الشيخ الإحسائي الشخصية التي تتهم بالغلو أهم نص عقائدي في زياراتنا الزيارة الجامعة الكبيرة شرحها أحمد الإحسائي شرحا مبسوطا معروفا شرحا وافرا مفصلا الكثيرون يعدونه أفضل شروح الزيارة الجامعة الكبيرة وهو شرح مفيد نافع لكن الإحسائي ارتكب قبيحة لا تماثلها قبيحة في هذا الشرح مع جودة عقائد الرجل ومع كثير الفائدة والمنفعة في شرحه للزيارة الجامعة الكبيرة هذه أمور لا بد أن تذكر ولا بد أن تثبت لكنه ارتكب قبيحة لا تماثلها قبيحة حين كانت عقيدته مختلة في الصديقة الكبرى فجعل لها منزلة دون منازل أبنائها الأئمة وهذا يعني أنه لا يعتقد بإمامتها ولا يعتقد أنها من أئمة الأئمة أئمة الأئمة ثلاثة محمد وعلي وفاطمة وفاطمة أئمة الأئمة من بعدها إنها أئمة أولادها المعصومين من الحسن المشتبى إلى قائم آل محمد الإحساء لو سألتني لما فعل هذا أقول إن الرجل أعجب بنفسه فسقط في الهاوي لأن الإحساء هكذا يقول في طوايا كلامه من أن كلامه معصوم ليس لأنه معصوم لأنه ينقل كلام المعصوم وهذا هراء هذا الإعجاب هو الذي أسقطه في الهاوية وذهب في منحدر بعيد فاطمة القيمة على الدين عقيدة الإحساء عقيدة مختلة بخصوصها صلوات الله عليها هذا هذا هو الجزء الثاني من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للإحساء الطبعة طبعة مؤسسة الإحقاق إذا ما ذهبنا إلى صفحة أربعمية واثنعاش هذه مجموعة آثار الإحساء الجزء الثاني من مجموعة الآثار وهو الجزء الثاني من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة صفحة أربعمية واثنعاش وفي هذه الحالة لا يختص الاستثناء بالنبي وعلي صلى الله عليهما وآلهما لأن مقاماتهم متفاوتة كتفاوتهم فالنبي صلى الله عليه وآله سبقه ولا يبلغ أحد منهم مقامه وعلي عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله سبقه ولا يبلغ أحد منهم بعد النبي صلى الله عليه وآله مقامه وكذلك الحسن بعد علي ثم الحسين ثم القائم ثم الأئمة الثمانية من السجاد إلى الإمام الحسن العسكري ثم فاطمة عليهم أجمعين صلوات الله وسلامه هكذا وضع لنا تسلسل المقامات محمد علي الحسن الحسين المهدي وبعد ذلك السجاد إلى الحسن العسكري وبعدهم جميعا تأتي فاطمة هذا ما ذكره في الجزء الثاني من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة وعاد فكرره في الجزء الثالث أيضا من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة في الصفحة الأربعين بعد الثلاثمئة أعاد الكلام نفسه كما تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله على علي عليه السلام وعلي على الحسن والحسن على الحسين والحسين على القائم والقائم على الأئمة الثمانية وهم على فاطمة على ما ظهر لي ما ظهر للإعساء صلى الله عليه وهم أجمعين فمنزلة فاطمة هي دون منازل الجميع محمد علي الحسن الحسين القائم السجاد وبعد السجاد يأتي الباقر وهكذا إلى إمامنا الحسن العسكري وبعدهم جميعا تأتي فاطمة منطق أخرق وضلال واضح وقبيحة لا تماثلها قبيحة خصوصا إذا كان الكلام من الإحساء فحسنات الأبرار سيئات المقربين الأقبح ما ذكره الإحساء في كتابه جوامع الكلم وهذا هو الجزء الثالث من كتابه جوامع الكلم وهو الجزء الثالث عشر من مجموعة آثار ومؤلفات الإحساء الطبعة نفسها طبعة مؤسسة الإحقاق الرسالة السلطانية وهي رسالة وجهها السلطان القاجاري القاجاري فتح علي شاه إلى الإحساء سأله أسئلة فأجابه على أسئلته من جملة من جملة أسئلة السلطان القاجاري ما يرتبط بمنزلة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها بالقياس إلى سائر المعصومين وأما فاطمة عليها السلام صفحة ثمية وستعش وما بعدها وأما فاطمة عليها السلام هذا قول الإحساء فاختلف العلماء في شأنها فقال قوم إنها بعد علي عليه السلام أفضل من بنيها الأحد عشر عليهم السلام وقال قوم إنها بعد الحسن والحسين أفضل من التسعة من التسعة من السجاد إلى القائم وقال آخرون إن الأئمة الإثني عشر كلهم أفضل منها وسبب الاختلاف اختلاف الروايات والذي يترجح عندي عند الإحساء أن فضلها بعد الأئمة الإثني عشر وهو القول الأخير لعموم الآية وليس الذكر كالأنثى يا أيها الإحساء هذه الآية ما هي بكلام من الله هذا الكلام نقله الله عن أم مريم فهل تحكم على منزلة فاطمة بقول قالته أم مريم في شأن خاص يرتبط بحكاية معينة إنها حكاية ولادة مريم وولادة المسيح فعمران والد مريم كان قد أخبر زوجته وأخبر أولياءه من أنه سيرزق ولداً ذكراً لكنه لم يقل من أن الولد الذكر سيكون من زوجته فولدت زوجته بنتاً وهي مريم وكان الولد منذوراً للمعبد للمعبد الإسرائيلي فلما ولدت بنتاً قالت وليس الذكرك الأنثى وهذه ما هي عقيدتها إنها عقيدة رجال الدين اليهود يا أيها الإحساء تحكم على فاطمة بآية نقلت كلام أم مريم في واقعة خاصة وهي لا تكشف عن عقيدتها وإنما تحكي عقيدة رجال الدين اليهود ما هو هذا القرآن بين أيدينا نذهب إلى سورة آل عمران في الآية الخامسة والثلاثين بعد البسملة من السورة إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة كانت تتوقع أن ترزق بولد ذكر لأن زوجها قبل وفاته وهو نبي عمران النبي قال من أنني سأرزق ولدا ذكر وهو المسيح ما قال من أن المسيح سيكون من زوجته وإنما قال سأرزق ولدا ذكرا وقد رزق ولدا ذكرا من خلال بنته مريم فكانت تتوقع حنة أم مريم اسمها حنة فكانت تتوقع حنة أنها ستنجب ولدا ذكرا إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني نذرت ولدا ذكرا هكذا كانت تتوقع أنها ستنجب ستنجب ولدا ذكرا لأن اليهود لا يقبلون بحسب شرعتهم أن تكون امرأة في المعباد بحسب ما هم يعتقدون فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى هذا هذا قول أم مريم وإنها تنقل عقيدة رجال الدين اليهود فلما وضعتها هذا إخبار الله قالت ربي إني وضعتها أنثى هذا كلام أم مريم والله أعلم بما وضعت هذه جملة توضيحية كلام الله في القرآن وليس الذكر كالأنثى هذا كلام أم مريم فهذه جملة اعتراضية في نقل الكلام أصل الكلام هكذا فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى بحسب ديانة رجال الدين اليهود وإني سميتها مريم إلى آخر ما جاء في الآيات فهذا الكلام ما هو بكلام الله وإنما رواه الله لنا في القرآن عن أم مريم وما هو بعقيدتي أم مريم هذه عقيدة رجال الدين اليهود عقيدة ضلال وليس الذكر كالأنثى لأن رجال الدين اليهود لا يسمحون للنساء أن يتواجدن في المعبت ولذا كانت قضية مريم قضية معقدة مع أنها بنت نبي والذي تكفلها نبي هو زكريا ومع ذلك كانت قضيتها قضية معقدة ووضعوا لها مكانا خارج المعبت وضعوها على حاشية المعبت ليس الحديث عن السيدة مريم إنما الحديث عن الإحسائي وهو يلتقط جملة من كلام أم مريم كي يجعلها قاعدة للتنقيص من مقام الصديقة الطاهرة وإذا أردت أن أترك كل هذا وكانت الآية كلاما من الله سبحانه وتعالى فليس في الآية ما يدل على أن الذكر يكون أفضل من الأنثى في جميع أحواله قد يكون الذكر أفضل من الأنثى وقد تكون الأنثى أفضل من الذكر الواقع يقول بهذا فبعض الذكور أفضل من الذكور والإناث وبعض الإناث أفضل من الذكور والإناث الواقع يقول التأريخ يقول المنطق السليم يقول فما بانكم والآية ليست من الله في مضمونها إنما الله رواها هناك مشكلة في الثقافة القرآنية كثيرا ما أسمع من الناس وحتى في كتب العلماء يقولون من أن الله قال عن النساء من أن كيدهن عظيم هذا ما هو كلام الله هذا كلام عزيز مصر نقله الله الذي ينسب هذا الكلام إلى الله مضمونا فهو يكذب على الله لفظا نقله الله اللفظ من الله في القرآن أما المضمون ليس من الله هذا كلام عزيز مصر مع زوجته زليخة عودوا إلى سورة يوسف إلى الآية الثامنة والعشرين بعد البسملة فلما رأى قميصه عزيز مصر لما دخل إلى القصر ورأى زليخة زليخة ورأى يوسف قد قد قميصه من دبر فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه هذا عزيز مصر يخاطب زليخة لم يكون لم يكن في المكان إلا عزيز مصر وزليخة ويوسف قال إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم هذا ما هو كلام الله هذه رواية الله في القرآن عن عزيز مصر فإن الله لم يقل إن كيد كن عظيم يتردد هذا على الألسنة كثيرا وهناك مصاديق وشواهد أخرى كثيرة لابد أن نميز بين الكلام الذي قاله الله لفظا ومضمونا وبين الكلام الذي قاله الله لفظا روى لنا مضمونا عن الآخرين مثل ما روى لنا عن فرعاون روى لنا عن الأنبياء روى لنا عن الأمم الماضية اللفظ لفظ إلهي لكن المضمون لا علاقة لله به هذا كلام مروي عن شخص آخر فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم ويستمر في حديثه يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين هذا الخطاب كله لعزيز مصر لزوج زليخ ما هو بكلام الله الله رواه لنا في القرآن بألفاظ القرآن ومثل هذا كثير وكثير جدا في القرآن وهذه الآية التي جعلها الإحساء قاعدة وأساسا في التنقيص من منزلة فاطمة لا علاقة لها بهذا الموضوع هذا الكلام كلام محنة أم مريم وهي لا تتحدث عن عقيدتها وإنما تخبر عن عقيدة رجال الدين اليهود وكيف يتعاملون مع المرأة بالنسبة لمعبدهم فما علاقة هذا بالصديقة الكبرى صلوات الله عليها كي يجعلها الإحساء قاعدة ودليلا هذا الضلال بعينه هذا مثال هذا مثال ل شخصية لا نستطيع أن نسيء الظن بها في حرصها العقائد أو في اهتمامها بحديث أهل البيت فالشيخ الإحساء لا أستطيع أن أصفه بأنه ممن يريد أن ينتقص من حديث أهل البيت أو أن ينتقص منهم صلوات الله عليه ولكن كما قلت لكم إعجاب الرجل بنفسه هو الذي أودى به فسقط في هذه الهاوية العميقة مشكلته مشكلة كبيرة مشكلته مع الزهراء مشكلة كبيرة أن تكون المشكلة العقائدية مع الزهراء صلوات الله وسلامه عليها نذهب إلى فاصل من الإحساء الذي يتهم بالغلوب بالنسبة لي أنا أقول من أن الإحسائية لم يكن مغاليا بل أنني أعده مقصرا في عقيدته الزهرائية لكن في الأجواء الشيعية حينما يتحدثون عن الإحساء يصفونه بالغلوب ومن الإحساء إلى مرتضى العسكري إلى أنموذج من أوضح النماذج التقصيرية في الوسط الشيعي أوضح مثال على التقصير العقائدي وعلى البترية العقائدية مرتضاء العسكري وأعتقد أنه مر علينا في الحلقات المتقدمة حينما كان يتحدث سامي البدري عن عقيدته ببيعة الغدير عن تلك العقيدة البترية الخرقاء وقد تعلمها من أستاذه مرتضى العسكري هذا كتاب بين يدي عنوانه منتخب الأدعية إنها طبعة المجمع العلمي الإسلامي هذا المجمع تابع لمرتضاء العسكري طهران إيران منتخب الأدعية كتاب ليس كبيرا هو هذا جمعت فيه أدعية وزيارات من زياراتهم صلوات الله عليهم وهذا الكتاب قدمه مرتضى العسكري لطلاب حوزته الذين يدرسون في حوزته منتخب الأدعية المجمع العلمي الإسلامي الطبعة الأولى ألف أربعمية وأربعة هجر قماري في المقدمة يتحدث مرتضاء العسكري عن الأدعية والزيارات ويشكل على ما جاء من آداب في زيارة سرداب الغيبة ويشكل ويشكل هذا في المقدمة في آخر المقدمة مرتضى العسكري ستعاش رجب ألف أربعمية وثلاث هجري قماري لا أريد أن أقرأ كلامه لأنني سأضطر للتعليق عليه وما عندي من وقت كاف لهذا لكنني سأبين لكم مقصدي من عرض هذا الكتاب الكتاب اجتمل على مجموعة من الأدعية المروية عن العترة الطاهرة في شطره الأول في شطر الثاني من الكتاب زيارات المعصومين أورد الكتاب زيارات المعصومين إلى الإمام الحسن العسكري وانقطع الكلام فليس هناك من زيارة لإمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه حينما كنت في إيران وانتشر هذا الكتاب اتصلت بالمجمع العلمي الإسلامي اتصلت بهم وقلت لهم ربما نسيتم زيارات الإمام الحجة فقالوا لا هذا هو الذي يريده مرتضاء العسكري أنا كنت متأكدا من أن هذا هو الذي يريده مرتضاء العسكري لكنني أردت أن أحصل على هذه المعلومة لأنني أعرف الشيعة الحمير الذين أعيش في أوساطهم من أنهم سيقولون من أن صاحب المطبعة هو الذي حذف الزيارات دفاعا عن مرتضاء العسكري من أن سهوا قد حدث القضية مقصودة بدرجة قطعية كاملة السؤال لماذا لماذا خصوصا وأن مرتضاء العسكري في المقدمة قال من أننا جمعنا ما جمعنا في هذا الكتاب وفقا لقاعدة التسامح في أدلة السنن يعني أنهم جمعوا أدعية وزيارات بأسانيد ضعيفة لكن لأنها أدعية وزيارات فلا بأس بذلك هذه قاعدة شيطانية قاعدة التسامح في أدلة السنن لا أريد أن أناقش كل المطالب فإذا كنتم تعملون بهذه القاعدة فلماذا لم تنقل زيارات الإمام الحجة صلوات الله عليه لماذا الكتاب الكتاب مطبوع في عاصمة دولة شيعية في طهران وهو صادر عن مؤسسة حوزوية هذا المجمع العلمي الإسلامي مؤسسة حوزوية تابعة لمرتضاء العسكري والكتاب مؤلف لطلاب هذه الحوزة وأنت يا مرتضاء العسكري تقول في المقدمة من أنكم أخذتم بنظر الاعتبار قاعدة التسامح في أدلة السنن من أن الأمور المستحبة المندوبة يمكننا أن نأخذها حتى لو كانت بأسانيد ضعيفة وقلت لكم هذه قاعدة شيطانية خبيثة يعمل بها المراجع الطوسيون الأنجاس ومع ذلك لم يذكر سطراً واحداً من زيارات صاحب الأمر وفي المقدمة انتقد زيارة السرداب الشريف وانتقد ما يذكر في كتب الأدعية والزيارات من آداب معينة لزيارة السرداب هذا هو الواقع الشيعي وهذه صور حقيقية وأنا أحدثكم عن الرموز الكبيرة فهذا الإحساء في أهم كتبه وفي أفضل كتبه في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ها هو ينتقص من فاطمة من مقامها ومن منزلتها اعتماداً على آية قرآنية هو لا يفقه معناها وهذا مرتضى العسكري يؤلف كتاباً للأدعية والزيارات فيحذف زيارات صاحب الأمر ألا تعتقد بوجوده ألا تعتقد باستحباب زيارته لماذا لا توجد زيارة لصاحب الأمر في هذا الكتاب أنا لا أستطيع أن أسلط الضوء على كل قذارات الطوسيين إنها أمثلة إنها شواهد أضعها بين أيديكم ألا تلاحظون أنني قد عرضت كمية هائلة وفيرة من الوثائق والحقائق التي تخبرنا عن حالة التحريف والتزييف والتبديل والتغيير في الواقع الشيعي الديني أتمنى عليكم أن تعودوا إلى الحلقات السابقة وإلى هذه الحلقة كي تتدبر في هذه الأمثلة وهذه النماذج التي تخبركم عن أن المراجع الطوسيين عن أن المؤسسة الدينية الطوسية هي في غاية البعد عن دين العترة الطاهرة ترجمة نانسي قنقر